يعطيكم ألف عافية جميعاً بتمنى لكل يكونوا مّتابع معنا وما في أي استفسار أو أي سؤال بأي شيء شرحناه سواء بالسلسلة التعليمية أو بجلسات التمارين تمارين رقم 11 był التمارين الموجود بالمحاضرة التانية استتناع من حلب تمارين المحاضرة التانية التمارين بيطلب مننا طباعة خانات عدد من اليسار إلى اليمين اللي كانوا متابع معنا بحل التمارين السابقة بيعرفوا أن التمارين الرقم 10 كان هو طباعة خانات عدد من اليمين إلى اليسار القسمي من اجل الحصول على الاعداد من مرتبة الاحد وعملية القسمي من اجل تخفيض العدد من مرتبته. اذا كان العدد من مرتبة مئات لالوف وقسمت على عشرة بصير عشرات لالوف وقسمت على عشرة بصير من مرتبة الالاف. اليوم التمرين بدنا نحاول نطبع من اليسار الى اليمين. يعني عندي واحد اتنين اربعة تماني خمسي. اه بدي اطبع العدد كالشكل بالشكل التالي. واحد اتنين اربعة تماني خمسي. نفس الفكرة ولكن من اليسار الى اليمين. عمليا انا ستني بدي استفاد من عمية القسمي وباق القسمي. ولكن انا لا يقدر احصل على واحد. كيف بدي احصل علي? واذا بدي احصل على اتنين كيف بدي احصل علي? عمية باق القسمي بتجيب للخمسي. بتجيب للثماني. ممكن احد يقول اه خود الان اللي هو عمليا هو هذا. ان باقي قسمته على شو بدك تاخد باقي القسمي لتحصل على واحد. ازا جربنا ازا جربنا يعني ممكن يتبادر لزهن الشخص انه هذا العدد مكون من خمس خانات خمس خانات. يعني من مرتبة عشرات الالوف. اه ازا اخدنا عمية القسمي على عشرة الاف. تمام? خاني. تنتين. تلاتي. اربعة. شو رح يجب لي? باقي قسمة ان. باقي قسمة ان. على عشرة الاف. شو رح تروح الجب لي? قسم هذا العدد على عشرة الاف. شو بيضل عندك? الفين واربعمية وتمانية وخمسين. لانه الفين واربعمية وتمانية وثمانين عفوا الفين واربعمية وخمسة وثمانين ما بتقبل القسمي على عشر تالاف لذلك ان شو حصلتلي اثنين اربعة مانين خمسي طبعا نس ما بدي هدولي بدي الان بدي الواحد هون عملية باقي القسمي لانه من مرتبي على اليسار ما رح اتجيب لك هذا العدد لانه كان نجيب هاد العدد لانه هو باقي القسمي اما لتحصل هاد العدد بدي اتقسم يعني ان تقسيم عشر تالاف يروح بيجيب لك الواحد ليش انا شو بيطلع الرقم اذا قسمت هادا على عشر تالاف يعني انشان توضح المسألة بقالة حاسبة بسيطة ناشر الف واربعمية وثمانة وخمسين تقسيم عشر تالاف رح يطلع الرقم يعني واحد فاصلي بلا 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 اللي هو الرقم نفسه واحد فاصل اثنين اربعة اثنانية خمسة تمام فانت لتحصل الرقم تاخد قسمته على عدد المراتب منقوص بواحد ليش عدد المراتب منقوص بواحد لانك مش هتحصل هاي المرتبة يعني اذا اخدت عدد المراتب خمسي رح يكون الجواب صفر فاصلة صفر فاصلة ليش انا قسمت على عدد الخنات متل ما هي اللي هي خمسي فانا اخدت عملية القسمي على عشر تالاف لاني على الاربع خنات ليمينه حصلت الواحد فعمليا صارت عملية القسمي هي اللي بتجيب لك الرقم لانك انت عم تبلش من اليسار فالقسمي هي اللي بتجيب لك العدد وباخ القسمي لتحول العدد لشكله الجديد بصير اثنين اربعة اثمانية خمسة كيف ودك تحصل هلأ صار عندك رقم اثنين اربعة اثمانية خمسة ما عد فيك تقسم على رقم سابت وانما بدك تقسم على الف بيروح بيجيك اثنين تمام قسمو على الف بيطلع جواب اثنين فاصلة اربعمية وخمسة وثمانية كيف ودك تحصل الرقم خود باخي قسمته على شو على الف نفسه شو بيطلع معك الجواب اربعة اثمانية خمسة كيف تحصل الاربع قسمه على مية بصير هيك الجواب فصارت واضحة انه هلا بجيب لي اربع ليش بجيب لي اربع شو الجواب بين قوسين هو اربع فاصل ثمانية خمسي ولكن انا عددين انتجر وعم قسمه بقسمي صحيحة فما بيجيني الفواصل كيف بحصل ان باقي قسمته على نفس الخاني تمام شو بيروح بجيب لي تماني خمسي ان باقي قسمته انتبهوا انه انا عم منزل المرتبة بكل تكرار شو بيروح بجيب لي تماني ان باقي قسمته على عشرة بيروح بجيب لك الخمسي هلا بدك تجيب تماني ان تقسيم عشرة شو بيروح بجيب لك تماني تماني تقسيم تماني تقسيم عشرة شو بيروح بجيب صفر فاصل تماني شو صار الرقم اعفوا انا بالخمسي انا بالخمسي هون الرقم اللي يضال معي هو معميد باقي القسمي خمسي ان تقسيم عشرة شو بيروح بيضبع علي صفر ان باقي قسمته على عشرة هو خمسي تمامل لانه خمسي خواه باقي قسمته على العشرة بيضال خمسي فباخر عملية باخر عملية سيطبع خمسي ما نقوم يطبيع الرقمين انا اذا كل مرة هون يطبعت الواحد اطبعت الاثنين اطبعت الاربعات بعد الثماني وقت صار الرقم صفر عمليا انا بحلقة نفس حلقة الشرط الماضي يعني انه لازم تضل ان اكبر من الصفر ما استفدت شي طبع صفر بس اعطاني باخل قسمي خمسي لزلك اخر خاني انه هو انت بيضل عندك عدد من مرتبة الاحد خمسي عم تقسمه على عدد من مرتبة العشرات فرا هيطلع صفر فاصل الرقم صفر فاصل خمسي ازا كان الرقم تسعة اين صفف فاصل تسعة لزلك بعد الخروج من الحلقة بتروح بتطبع ان اللي هو راح يكون مفضل معك خمسي مشان تطبع الخاني الاخيرة يعني دائما نمشي اعطيه لحالك كيس اه تقدر تمشي على كودك للنهاية وتعرض شو البق هلا نحنا لو مو عاملين هاي الحركة كان راح يطلع معنا هذا البق المشكلي او هاي الصغرة اه اثناء التنفيذ وراح يطلع معنا صغرة ما راح احكي اياه هلا اه بترك اه لا احد المهتمين او احد شديدين الملاحظة يعلق علي اه في حال ما تعلق علي بنوه علي بدروس لاحقة بتمنى اذا في اي سؤالة واي استفسار بخصوص شرح هذه المسألة تشاركونا بالاسئلتكم اه بالتعليقات بتمنى لكم يشترك بالقناة اه ويفعل زر الجرس لتوصلكم الفيديوهات اول باول يعطيكم الف عافية ويشوفكم ان شاء الله الجرس لك